اشتركوا في القناة بقى واخد كل تفكيري لان نفسي فيه حقيقي فاعمل ايه وازاي اقدر اسمع صوت ربنا اللي انا حاسس ان سمعته بس كلام اب اعترافي بانه استنى شوية حسسني ان ده من صوت ربنا صوت ربنا اللي قالولك اب اعترافك تركز في المذاكرة وتشتغل شوية ولو كان ليك تجنيد تخشه ونشوف حكايتك وبعدين تتردد على الدير ولما تتردد على الدير هيبقى لك مرشد من الاباء الرهبان زائد اب اعترافك وتابع حياتك والدنيا هاتبان يمكن لما تخش الدير تحس انك لا مش هي دي الحياة انا كنت عايش في حلم رومانسي وانا صغير شوية ولما عندي 24 سنة فكرة تغير عشان كده هم مصرين الرهبانة مش فكرة مسيطرة او تبقى ابسست بيها يعني انا حاسنك انت بتقول مش عارف تبطل تفكير والفكرة مسيطرة عليها ما ده ابسست نوع من انواع السيطرة او الهاجس المسيطر او الوسواس المسيطر فانت اتحرر من كده وتقول راهب السيسم تجوز شماس خادم المهم حب ربنا هو ده اللي هيخلي السامن فانت فكر بصورة ايجابية وانتهر الفكر حربه وقامه وقول الشيطان بيخليني وانا بصلي اسرح بفكرة شكلها حلو عشان اسرح في الصلاة يعني انا ما صليتش يبقى انا خسرت فما تخليش ابدا عقلك عبد الفكرة تتصلت عليه السؤال التاني بسبب الموضوع ده وتفكير راهبانة سلوكي بدأ يتغير بقيت تتغير تغير انا عجبني لكن مش عاجب اهلي في البيت زي مثلا اني بسامح على اي حاجة حتى الاهانات وبحاجة قول اسلك بطيبة قلب المسيح وزي ما كتاب المقدس واهلي بدأ يتعصبوا علي وزعقوا ان كده ما نفعش عدي كل حاجة وكي لازم في وقات اقف واخد حقي وكلام انا مش حابه خالص ولا حابب اعمله قب اعترافك القديم او الجديد هو اللي يقولك لانه قد بيبقى فيه تطرف يعني ايه فيه تطرف واحد يقول انا خلاص انا هعتبر نفسي ندرت نفسي للرهبانة من دلوقتي فهعمل ايه بقى هعيش كراهب في وسط البيت تفرسهم يعني لانه هم مستنين منك تصرفات الانسان الطبيعي ففيه مبلغات انا ما اقدرش اقول انت بتعمله غلط ومش عارف انت داخل في حيط انا حاس انك داخل في حيط المبلغة بس ممكن اكون مش كده فما اقدرش اظلمك مين اللي يقدر يقول تصرفاتك دي زيادة ولا تصرفاتك دي مزيادة اللي يقدر يقول كده هو قب اعترافك فلو سمحت تابع مع اعترافك اشتركوا في القناة